السلام عليكم. بعد ما خلصنا عملية المشي اللي كنا رسمناها. عايزين دلوقتي نعمل ده ونحدد ونحل ونشوف السراين داخل استوانا يبقى تكلو عامل ازاي. انا دلوقتي ركعت بتاعي. اللي في الكمبونت بتاعت الجيومتري وكمبونت الخاصة بالمشي. وعايز اضيف الكمبونت بتاعت الفلاونت. هدور عليها في القايمة اللي في الجنب دي دلوقتي لما لايك كلمة فلاونت. هاخدها اسحابها وارميها على المش بحيث انه ياخد المش اللي انا عملتها ويدخلها على الفلاونت. اولا ما اعمل بخطوة ديت لازم اعمل ابدأ تاني للمش عشان يتأكد ان المش مناسبة للفلاونت ومفيش اي مشاكل فيها. بعد ما ابدأ امتهى بتصر عندي عملية اه علامة الصحة دي على المش. كده مفيش اي مشاكل ابدأ ادخل على الفلاونت. هعمل طابل واختار عدد اللي عندي اللي قدر استخدمها في الجهاز بتاعي. انا بالنسبة لها اكواة كور فهدوس اربعة لو انت عايزت شغل سريع لعن السابن كور واحد فيش مشكلة بس الحل هيبقى وطيق. دوست اوكي عشان ابدأ بقى ادخل على الفلاونت واحدد واعمل للدمين بتاعي. دلوقات الفلاونت فتح قدام هوت. ودي الدومين بتاعي مرسوم وظاهر قدامي. هبدأ ادخل على زي ما قلنا في الفيديو الاولاني خالص. هبدأ ادخل على ديت واحدة شوف انا محتاج منها ايه وابضي اعدله. انا مش هشتغل هنا دلوقات خالص. وبنسبة للجرافتي لو الجرافتي مؤسرة معك انت بتدرس حاج الجرافتي فيها اهمية هتدخلها معك. طبعا هتختارها هنا. وتحدد اتجاه الجرافتي فهنا اتجاهها حسب بقى انت رسم رسمتك فهنا اتجاهها والجاذبية اتجاهها اهن واحد فيهم اكس واللواي ولا زد وقيمتها كام. لو انا بزوالية هنا انا هدس بس سريان عادي في اسطوانة فوقية. هنا اه للمية. هنا التأثير الجذبية تقريبا ملوش اي قيمة او مش مؤسرة بشكل ملحوظ. فهسيب الجرافتي مقفوظ. بعد كده ادخل على تاني اوبشن اللي هو الخاص بالموديلز. انا هدرس عندي مش هدرس عندي انرجي خالص يعني انا هتعمل مع السريان كله اديباتك. لو انت عايز تدخل في انتخال حرارة في الموضوع هتعمل الانرجي موديل وهتشغله. لو مش عايز ادرس الحرارة في حاجة هنا. هتسيبها انا بالنسبة لنا علشان قدام هبدأ اشرح شوية حاجات خاصة بالسريان. وعايز اركز على السريان من احتفلوت متأثير الحرارة فهسيب الانرجي اوف. وكمان ده هيسرع للحل شوية لما نيجي نحل في الاخر. بالنسبة للفيسكاس انا هسيبها لامنر هبرضو غالي البساطة هيخلي شغل اللامقة. اه ابدأ هدخل بقى الماتيريال بشوف الفلوود بتاعي. انا عايز اشتغل المية. هعمل برضو هدخل المية من سيما كنا شرحنا قبل كده. هدور هنا ده اختارها وعمل لها كوبي. هتلاقي طبعا بيزهر هنا الخاص الاسية لها متخزنة جوه البرنامج لو انت عايز تغيرها ممكن. يعني مسلا لو انت عايز كسافة المية وتبقى الف كقيمة سابتة هتكتب الف وتقوله او ينفذ الامر ده ويعتبر ياخد القيمة اللي انت عايزها ديت اللي الالف. كده دخلنا عرفنا المية. مش محتاج انا متيريال تانية الماتيريال السولد اللي مكتوبة ديت. ملهاش خيمة هنا خالص لان انا اصلا ما عنديش سولد دومين. بس هي حاجة في البرنامج لازم يحط الواحدة على اقل سولد. ادخل بقى على هلاقي طبعا ما عنديش غير منطقة واحدة لها. ادخل فيها هلاقي ان هو احطط للماتيريال اير. انا هخليها او او. ادوس اوكي. كده خلاص عرفنا ان بتاعي مية. ابدأ ادخل برضو نفس اللي كنا عملناه. اه قبل كده في دي هتعمل بالزبط في كل سطح من اسطح. انا كنت بديله اسم. فاختار الاسم ده واعرف وهو عبارة عن ايه. فبنسبة مسلا. انا متعرف هنا بتاعي بتاعه داحت على انه يعني اقدر ادي له السرعة بكان بالزبط. فهعمل لها ادت. واشوف السرعة اللي انا محتاجها. فاننا كنا عاملين الموديل بتاعنا ان هو اللامنر. فانا هاختار هنا السرعة مناسبة. ان الموديل فعلا يبقى اللامنر. والرينولد يبقى قل من الفين او الفين وتلتمية. فانا هدخل ان السرعة هنا بقيمتها تلاتة من مية. ده تقريبا يديني رينولد متى الف وميةين. طبقا للبيسكوستي بتاعة المية والقدر الاستوانة او المسهولة اللي عندي. فخلي دلوقتي السرعة تباتة من مية. هلاحز هنا ان قيمة السرمة المقفولة مش زي المرة اللي فاتت لان انا قفلت الموديل بتاع الانيرجي اصلا. فما بقاش السرمة اللي هنا ملوش اي تأثير بالنسبة لي. هدوس اوكي. بعد كده هسيبه هسيبه متعرف على انه زي ما احنا شايفين اهنا لو اختارنا هنا اهنا اهوة متعرفة عن ودي تلزي بتاعته ان ان عند بيساوي سفر اللي هو يعني. وبالنسبة للغول فهو متعرف على انه زي ما احنا متعودين في. كده خلاص اتعرفت. نيجي للميسوتز بتاعت الحل. هختار الكابلد سكيم. زي وان لابل كده دي بتعتمد على التجارب والابحاس المنشورة قبل كده في الابتحاد الدسكات الزاهرة دي مناسب لها اهنو سكيم في الحل. بعد كده ندخل على الربورت المونيتورز. خليها نامنا برضو زي المانو الفاتح عشان ابدأ اشوف اتابع عيني ووقف لما لاقيها مناسبة. كده خلاص تقريبا الحل جاهز. اقدر ابدأ اشغل الحل. اختار مسلا الف. وقاله ودلوقتي هشوف قدامي هو جامع عملية. الحل واشوف تغير بالتدريج. بعد وقت قصير تقريبا خلاص. وعند قيمة مناسبة. دلوقتي سيف ان انا اعمل. لاني ده تقريبا هو الحل بتاع الموديل خلاص انتهى. ونتايج بيزي انها تكون دقيقة. دلوقتي الخطوة اللي جاية بقى ازاي ان انا اتعامل مع نتايج دي وازاي اعرضها. بحس استفيد منها. واشوف ايه بقى طرق العرض المختلفة لحاجة سري دي زي اللي احنا عملناها دي. اشوف قلو في دوكي. صحيح. موسيقى